كبسامة ألف مبروك الفعالية الهجومية هي من صنعت الفرق النهاردة طبعا مبروك النهاردة للناد الأهلي مبروك لجهاز الفني واللعيبة مكسب مستحق للناد الأهلي من أول دياء في المباراة الآخر دياء الناد الأهلي هو المسيطر هو المستحوز على مجرأة اللعب استحواز للناد الأهلي الفرص للناد الأهلي كل الأرقام النهاردة في صالح الناد الأهلي فعشان كده بنقول من بداية المباراة الناد الأهلي نهاردة شكله حل نادي الأهل طريقة اللعب النهاردة 4-2-3-1 الديته الأفضلية الديته الزيادة العددية كان ممكن زيما كابتن عليها بيقول المباراة تخرج أكتر من أربع هداف النهاردة ما كاسب كتير وما كاسب بالجملة أهمها عودة محمد شريف للتهديف دي من أهم النقاط اللي موجودة النهاردة أنه بيأخذ بيجيب هدف بعد ما غاب عنه التوفيق والأهداف خلال فترة طويلة النهاردة بيرجع بهدف حلو هدف تحس أن واحد مهاجم صندوق في مهارة بأن يفوت الكرة ويلف ودوران وشطة في الزاوية صعبة لحرس المرمى هدف من هدف الحلوة أيضا هدفين مجد أفشا النهاردة برضو بيدي له السقة محمد مجد أفشا ماشي بخطة سابتة لكن احنا عايزونه دايما في الأفضل فالنهاردة هدفين برضو يدوا السقة للمجد أفشا حسين الشاحات بيأكد تاني على الناحية التهديفية له بعد مرات المكاسة بيحرز هدف النهاردة بيحرز الهدف للمباراة التانية على التوالي فالنهاردة فيه مكاسب كبيرة للناد الأهلي ومبروك تلات نقاط مهمين الناد الأهلي بيرجع تاني لصدارة الدوري الحاجة التانية المهمة الحاجة بتقول عليها الأهداف الناد الأهلي ماشاء الله بنتكلم في تسع مباريات 27 هدف 27 هدف يعني معدل كل مباراة تلات أهداف ده رقم يبين لك القوة الهجومية للناد الأهلي الناد الأهلي بيسع دايماً للمكسب فالناد الأهلي مبروك للعيبة والجهاز الشكل ولدها الحلو النهاردة